في سياق التحضير الاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول المجلس شارك وكيل وزارة العمل وتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري في عمل اجتماعات لجنة وكلاء وزارات العمل ووكلاء وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والمنعقدة في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذكر الدوسري أن لجنة وزراء العمل بحثت القضايا العمالية الخليجية وفي مقدمتها تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي أقرتها لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون إضافتان إلى مناقشة المواهلات والمعايير والاختبارات المهنية في سوق العمل وتنسيق التعاون والتنسيق بين دول الأعضاء في المؤتمرات العربية والدولية يذكر أن الاجتماع بحث عددا من القضايا ذات الصلة ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس فضلا عن بحث الموضوعات المتصلة بحماية الأسرة من العنف وتقرير حول الإعاقة